وصفتنا اليوم الصيادية يا سلام سأعود بجنب أصوص الطحينة والحمر نشوف الطريقة هنا عند الكدر هنزل عليه البصل قطعت البصل لشرائح حمرة خفيفة بعد أن نصب كمية كويسة من الزيت وعلى النار نصر نحرك البصل لأن يتحمر هنا عندنا السمك شايفين كده لازم تختاروا السمك شوفوا العيون ما تكون مشوهبة شايفين نفتح الرأس بهذا الشكل نتأكد من الخياشين تكون حمرة ما تكون باهتة بعد أن نقطع السمك بهذا الشكل شايفين يا سلام سلم هنا عندنا الكلماري بنقطعه كمان بهذه الطريقة شايفين بعد أن نزل البهارات حكت بلكمية تحت بالوصف بيضع واحدة اختياري نتبل الكلماري والقنبري مع بعض ملعقتين دقيق عشان البهارات تتماسك على الكلماري والقنبري بهذا الشكل يا سلام نصير نحرك البصل لأنه وصل للون المطلوب شايفين بهذا الشكل ما تخلوه أكثر من كده عشان مرز يطلع مر بعد أن نضيف عظم السمك اللي عنده اختياري عشان يطعم الرز ونحركهم نضيف شوي الثوم ونحرك بعد أن نضيف البهارات حكتب لكم ميات تحت بالوصف ننزل الملح ونصب الماء الحار نغط القدر عشرة دقائق بعد أن نصفي المرق نرجع القدر هنا عندنا الحمر استخدمت بكت واحد حتصب عليه كوب ونصم هو نحرك بهذا الشكل ونأخذ على النار نصير نحرك بهذا الطريق بعد أن نضيف البهارات نضيف شوية سكر عشان نوزن طعم الحمر آخر شي نصفي ونخليه على الجنب هنا عندنا الرز تختم بنجابي مقصور منقوع نصف ساعة بعد مقدار المرق مع الرز نخليه يطبخ اللي انتبه أنا حباته على نار عالية بعد أن نغطي القدر ونوطي تقريباً عشرين دقيقة الرز عندنا بيصير جاهز بعد أن نقل السمك في زيت حامي يعني تحمر من فوق شايفين هنا عندنا القنبري بنغطي بهذه الشكل شايفين كده عندنا القنبري جاهز يا سهلا بعد أن نطلع السمك شايفين شكله آخر شي نضيف عليه البهارات بعد أن نزل القنبري وآخر شي الكلماري برضو نغطيه بالدقيق شايفين بهذا الطريقة هنا عندنا القنبري صار جاهز بناخذ على المصفى وننزل الكلماري أنا البهارات هضيفه آخر شي حكتب لكم ايه بالوصفة. هنا عندنا الكلاماري كمان جاهز. انا اخضع المصفى. شايفين الشكل يا سلام. هنا عندنا الرز كمان صار جاهز. فين حباته كيف يا سلام. نغرفه في صحن التقديم. فوق السمك. بعد انضيف القنبري يا سلام. واخر شيء الكلاماري. اخر شيء الكلاماري يا سلام. سلم. واخر شيء الصوصات صوص الطحينة والحمر يا سلام.